يسعد أيامكم أسلوب السرد القصصي من الأساليب اللي بتلامس النفس البشرية كتير والدليل على ذلك أنه القرآن الكريم يعج بالقصص كذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن منها مناخد عبرة دائما اليوم أنا رحكي لكم قصة من العالم بشكل عام قصتنا بتحكي عن ملك كان أعور وأعرج قرر الملك أنه بده يعمل لنفسه صورة تكون حقيقية بس ما يبين فيها لا أعرجه ولا يبين فيها أنه أعور نادى الرسامين وحكى لهم القصة طبعا كلهم يطلعوا عليه يعني يا ملكي كيف أنا بدي أرسمك صورة حقيقية وبنفس الوقت لنبين فيها أنك أعرج ولا نبين فيها أنك أعور حتى أجى شاب وحكى له أنا بصورك يا ملك فعلا حطوا أمامه ورسموا وبدأ يرسم فيه صورة حقيقية لما لما لفوا الصورة للملك وجد المصور أو الرسام أنه رسم الملك كالتالي صياد ماسك بندقية حاط عينه العوراء عند البندقية وجالس نص جلسة عشان يتمكن من الصيد وهيك أخفى أنه أعور وأعرج يا ترى شو الفايد اللي إنت وصلتك من هاي القصة يمكن أنا حاكتني شخصيا أنه مش ضروري دائما المصارحة والتجريح في الكلام هو دليل على أني أنا صادق معك أبدا مرات ممكن نستخدم كلمات وننتقيها بطريقة حلوة من غير ما نجرح المقابلنا نقدم نصيحة لكن ما نزاود فيها وهذا مصداقية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة بيتكم عامر